اثنية صباحاً اثنية عشرة بتوقيت جرينتش موجز اخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أرقى التصميمات الهندسية وتنفيذ أكبر توسعة ممكنة بكل مداخل والمؤدية للعاصمة الإدارية من كل الاتجاهات وذلك في سياق معماري حديث ذي طابع حضرية وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي اجتمع مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية بما في ذلك المحاور التي تم إنشاؤها مؤخراً للربط بين مناطق الشرق وغرب الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى ووجه الرئيس أيضاً بتطوير منطقة الروايسات في شرم الشيخ بشكل متكامل لصالح السكان بحيث يشمل مختلف الخدمات كما وجه الرئيس السيسي بالاستفادة من الأراضي الفضاء على نحو يتكامل مع عملية التنمية الجارية بالدولة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين اتجاه القضايا كافة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مستشار ملك البحرين لشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ خالد بن أحمد نقل للرئيس السيسي تحيات الملك حمد بن عيسى وحرصه على توطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تربطها علاقات شديدة التميز مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع رئيس ومسؤولي الصندوق العربي للإنماء وأضاف مدبولي أن مشروع حياة كريمة له مردود واسع على قطاع عريض من الشعب المصري من جهته أعرب وفد الصندوق عن تطلعه لمزيد من التعاون وتقديم جميع أوجه الدعم للاقتصاد المصري تفقد الفريق أول محمد ذاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي معسكر إعداد وتأهيل مقاتل الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء وذلك وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة وقام وزير الدفاع بالمرور على ميدين ونقاط التدريب للمقاتلين وأدار حوارا مع المجنديد أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسعمائة وحالة جديدة واحدة ثبتت إيجابية تحليلها بفيروس كورونا ووفاة سبع وخمسين حالة جديدة إضافة إلى خروج مائتين وتسعة وثلاثين متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذكرت الوزارة أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألفا وأربع وعشرين حالة من ضمنهم مائتان وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة عشرة حالة تم شفاؤها وعشرون ألفا ومائة وتسع حالة وفاة أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الحكومة الإثيوبي أبي أحمد نقل مهامه إلى نائبه دامكي ميكونين وذلك بعد تدهور الأوضاع الأمنية واقتراب قوات جبهة تحرير تيجري من العاصمة أديس أبابا يأتي هذا بينما ذكرت التقارير الإعلامية أن النظام الإثيوبي قام بتسليح مئات المدنيين لتشكيل دوريات في شوارع العاصمة في مؤشر واضح على غياب عناصر الأمن دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنتوني جوتريتش إلى وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط وفوري في إثيوبيا وقال جوتريتش في تصريحات صحفية إنه مهتم بتوجيه نداء عاجل إلى أطراف الصراع في إثيوبيا من أجل وقف إطلاق نار غير مشروط وفوري لإنقاذ البلاد مضيفا أن هذه الخطوة ستسمح بإجراء حوار بين الإثيوبيين لحل الأزمة والسماح بالمساهمة مرة أخرى في استقرار المنطقة أعرب رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون عن صدمته بمصرع ما لا يقل عن 31 مهاجرا في القناة الإنجليزية قبالة سواحل كالي بالقرب من فرنسا وأظهر جونسون تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم مبديا أسفه لما عانوه وأكد أن هذه الكارثة تؤكد مدى خطورة عبور القداة بهذه الطريقة شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز ولكن لدينا دوما المزيد يمكنكم متابعته من خلال موقعنا على الإنترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا من خلال حسابتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية لفيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء